موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الصحة الحقيقة الصحة ما زالت تتربع فوق الرؤوس النهاردة هنستكمل حواراتنا في برنامجكم وهنتكلم عن الطب التكاملي في علاج اضطرابات المنعة الحقيقة معظم الأمراض بتبقى يعني زي ما بيقولوا كده فيه أجهزة متشافة أمراض الجهاز الهضمي متشاف أمراض الجهاز التنفسي معروف ممكن يبقى مصدر علا إيه ومكان المرض فيه عشان نعرف نتعامل معاه إلا أمراض المناعة أمراض المناعة هي المرض الخفي عشان كده هنتكلم النهاردة عن أمراض المناعة كتير من الأمراض اللي الحقيقة بتواجهنا ومنبقاش عارفين السبب بتاعها إيه وإزاي يتم التعامل معها أو علاجها وفي نفس الوقت بيبقى جهلين شوية موضوع خاص بالصحة العامة والصحة العامة هنا الحقيقة بيكمن فيها مكونات مهمة جدا بتعتمد على أسلوب حياة الناس عشان ترتقي بصحتها من خلال التغذية السليمة أو التغذية الصحية أو الممارسات الحياتية اليومية اللي ترتقي بصحتنا هنتكلم النهاردة عن العديد من الأمراض اللي بتقابلنا واللي لها تأثير على المناعة بصورة كبيرة من خلال لقاءنا مع دكتور أمجد هزاع دكتوراه في العلاج الطبيعي الكلينيكية بجمعة القاهرة الحقيقة هو عالم متخصص في العلاج التكميلي أهلا وسهلا بحضاء كبير دكتور الحقيقة يعني علم الصحة ده علم واسع جدا وفيه مجالات متعددة فما نسمع عن الطب التكملي لازم نقف عند هذا المصطلح ونوضحه للسادة المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر معالي الدكتور عماد على المقدمة الرائعة يعني مقدمة لحد ما كبير بتلخص الصحة والطب والدواء بسرعة وثانيا بشكر القناة الصحة والجمال وكل القائمين عليها على هذا اللقاء الجميل وهذا الموضوع المحترم وإن شاء الله نحاول نفتكم على قد ما نقدر بإذن الله بداية الطب التكاملي ليه سميه بالطب التكاملي للشمولية لشمولية هذا الطب أولا هو تكاملي مع الطب التكليدي وليس متعارض معه في أي شيء ليه تكاملي مع الطب التكليدي لأن وسائل وإن كانت وسائل علاجية لا تتعارض مع الطرق التشخصية الطبية الأساسية في الطب التكليدي لكن الطب التكاملي بيقترح العديد أو مش بنقول بيقترح لا بيؤسس للعديد من العلاجات المتكاملة مع الطب التكليدي وفي نفس الوقت ليست لها أي تأثار جانبي ليه هربنا من الطب أو من العلاجات التكليدية الموجودة للأثار الشديدة التي سببتها المرضى وخصوصا الحالات المزمنة منها يعني تجد أغلب الحالات أو أغلب الأدوية اللي موجودة عندنا في الطب التكليدي ما بين مضادات حيوية وما بين طبعا هذه المضادات التي تفتك بجسم الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يتناولها فترة طويلة ما بين المسكنات التي تؤثر على صحة الإنسان بطريقة سلبية ما فيش مسكن إلا وله أثار جانبي على الكبد أو على الكلا أو على القلب أو على المعدة أو على أجلسة الجسم المختلفة فالطب التكاملي نوع من الوسائل الطبية التي ليست لها أثار جانبية على المريض مع الاستخدام الصحيح وفي نفس الوقت تتكامل مع المنظومة الصحية لذلك نسمي هذا التكامل بسرعة عامة بالطب التكامل يعني حلقة شرحت لنا شرح جميل دكتور وده خلاني أحب أسأل حلقة سؤال ممكن يكون مرتبط بموضوع الطب التكاملي أعلنت وزارة الصحة وكل العالم أن لازال إلى الآن لم يتم اكتشاف علاج لفيروس كورونا جميل ولكن في ناس كتيرة بتتعافى وبتم الحمد لله تقلصها من أثار الإيجابية ببروتوكول علاجي جميل فإيه معنى البروتوكول علاجي؟ بداية ببروتوكول علاجي يعني نظام علاجي ببروتوكول يعني نظام علاجي أما بالنسبة للناس اللي بتتعافى بدون ما يصدر أي علاج لهذا الفيروس فده لأنه الجهاز المناعة هو الجهاز الأساسي المختص والمسؤول عن علاج الإنسان من هذه الأمراض الفيروسية بسرعة كل ما في الموضوع إن المشكلة عندنا مع الإصابات الفيروسية أو مع فيروس كورونا نتكلم بصورة خاصة إما بيدخل الفيروس بيبدأ يعمل انكسامات في الجسم بيعمل ريبليكيشنز عالية جدا يدخل فيروس واحد يبقى ملايين جوى الجسم جميل انكسامات ولذلك أنا ضد كل الأفكار اللي بتقول إنه ده شيء مخلق معمليا أو أو لا ده طبعا منتقل منتقل عن طريق حيونات أو أو يعني صناعة إلهية من الدرجة الأولى انتقلت إلى الإنسان أما الإنسان كيف تغلب عليه الإنسان أو بعض الناس تستطيع أن تتغلب عليه بالمناعة وده موضوعنا اللي هو الكيفية تقوية جهاز المناعي من خلال العلاج أو الطب التكنولي شوف يا معالي الدكتور أهم حاجة عشان جهاز المناعي يشتغل هي نخفض لدرجة الحرارة أو نقدر نقول درجة حرارة معتدلة في جسم الإنسان طالما درجة حرارة الإنسان مزبوطة ما بين السبعة وتلاتين إلى السبعة وتلاتين ونصف جهاز المناعي يقدر يشتغل مشكلة فيه الفيروس لما بيدخل بيبدأ يرفع درجة الحرارة ارتفاع كبير وخلي بالحضرتك أن لو الإنسان درجة حرارته ارتفعت وعدت الاربعين وصلت لحد مثلاً واحد واربعين اتنين واربعين خلاص اعتبر أن جسم الإنسان توقفت المناعة بالكامل لن يستطيع الإنسان أن يهزم هذا الفيروس ولذلك كان الاقتراحات على مستوى العالم إيه المادة المقترحة؟ مادة هيدروكسكلوركين اللي هي المادة المختصة في تخفيض درجة الحرارة جميل أنا خفضت درجة الحرارة من باب يبدأ المناعة بقى تشتغل وتتحفز لعملية هزم الفيروس دي والتغلب عليه فأنا عندي أهم حاجة أنا نقطة نقطة ضبط درجة الحرارة وهنقول أننا عندنا لها الدواء عموماً بسرعة هو دواء الملاريا المشهور جداً جداً المادة الكاينين نفسها أو الهيدروكسكلوركين آه المادة دي لكن المهم دلوقتي أننا أرفع مناعة جسمي أنه يتغلب على الفيروس دي طبعاً بنشوف كتير جداً من الأطباء اللي اقترحوا الكثير من المقترحات يعني أنا كان فيه حملة كبيرة جداً على دكتور نازيه لما قال كلمة الشلولة لا طبعاً هو المقصد فيه المقصد بهذا الكلام أنه هو عايز يحفز جهاز الملع هو مش علاج تقليدي مباشر ولكن هو يقصد به أن الإنسان يجب أن يتناول الغذاء التكاملي السليم اللي يقدر بيرفع الجهاز المناعة عشان يقدر يقوم بالضبط يبقى احنا عندنا رقم واحد التحكم في درجة الحر رقم اثنين تحفيز جهاز المناعة ولذلك أنا عندي من الحاجات في الطب التكميلي المهمة جداً لعلاجات الجميلة العلاج بسم النحط ده أنتفيرل من الدرجة الأولى أنا عندي أحد الأطباء وهو يعتبر مدير قسم العلاج المركزة في مستشفى صدر الجهزة يعني يا كاد يا كاد يعني نفسه قدم برتوكولات في كل حتة وقدم طلبات وقال للدنيا كلها يا جماعة العلاج بسم النحط العلاج بسم النحط لأنتفيرل في الحالة دي وأنا مصدق للكلام ده والأبحاث الألمية بتشهد بالكلام ده اللي لايك بسم النحط لأنتفيرل ولكن لازم نتحكم في نقطة درجة الحرارة يجي بقى من بعد كده بقى العلاجات دي كلها محفزة سواء بقى الدكتور اللي تكلم بمثلاً توم أو بصل أو مشروب الزنجبيل مشروب الزعتر مشروب مشروب كل هذه الأمور تعتبر محفزات لجهاز المناعة محفزات إنما الأساسي في الموضوع كله هو إن أنا أنزل الحرارة وهبدأ أحفز جهاز المناعة فبالتأكيد أجسام هتقدر تتخلص منه وأجسام لن تستطيع التخلص منه جميل يا دكتور؟ يعني أيضاً يعني مش شرط إن كل إنسان يقوي جهاز المناعة أنا حسب درجة مناعته يعني فيه ناس مناعياً وعشان كده بنلاقي ممكن مخالطين لحالة إيجابية بعد التحليل معهم بنلاقي ناس ظهر عليهم الأعراض أو بنلاقي نتيجة التحليل إيجابية وآخرين بتبقى سلبية بالرغم أنهم مخالطين لحالة إيجابية بالتأكيد على حسب مناعة كل شخص كل واحد وزروب جسمه يعني فيه ناس بتبقى عندها مشاكل كبيرة جداً جداً في الكلم ناس عندها مشاكل كبيرة في الرئتين منعتها أصلاً مده وراء ناس بتاخد مصبطات مناعة تخيل معايا تخيل معايا ناس بتاخد في أمراض المناعة الزاتية إن شاء الله أنا أتكلم عنها النهاردة بالتفصيل ناس بتاخد مادة زي ميستريكسيت ميستريكسيت مصبط لمناعة يجي بقى هو يصاب بي كورونا أو أي حاجة استحالة يقدر يتخلص منه صعب جداً يقدر يتخلص من المرض من المشكلة لأنه ما عندوش مناعة أصلاً أما الناس اللي بتتداوى بطرق طبيعية في مرض مثلاً زي الروماتويد أو الـ MS أو التصلب الواحي أو كل هذه الأمراض استحالة إن هذا النوع من المرضى يصب أو لا يستطيع إن هو يتغلب على المرض إنما الناس اللي بتاخد مصبطات مناعة طبيعي جداً إن الناس دي صعب جداً تتخلص منه لأن المناعة وقفة طيب حقاك ذكرت يعني روماتويد من ضمن الأمراض اللي الحقيقة كتير من الناس بتشتكي منها فحضرك أوصف لنا هذا المرض والله يا دكتور عماد مرض الروماتويد بسرعة عنا مرض مناعي من الدرجة الأولى أو بنسميه أوتوميوندزيز مرض الروماتويد من الأمراض اللي فيها جهاز المناعة أو الإميونو جلوبيولين بتبدأ تهاجم المفاصل مش المفاصل بالضبط بدرق جاعدك نقدر نقول السينوفيا المنبرين أو الغشاء المفصل تدريجياً بتبدأ تعمل على تزود تعمل التهاب في الغشاء المفصلي فيزود الإفراز يبدأ يزيد الإفراز بتاع السل المفصلي فيبدأ ينتفخ المفصل وبعد كده يبدأ يقل لهذه السوائل بدرجة كبيرة مع إجهاد السينوفيا المنبرين أو الغشاء المفصل فتبدأ تعمل عملية تشويه للمفاصل احتكاك كبير للمفاصل ينتج عنه تشويه وبالتالي صعوبة الحركة على مستوى وهل بتظهر في عمره معين أو مع مهن معين عن أخرى والله المرض ده يعني من الأمراض اللي نقدر نقول أو لها مراجع كتير بتتكلم إن هي جيناتك جميل وراسي ولكن يعني دعنا لا نحمل الوراثة كل الشيء جميل كثير فيه أمور كثيرة جدا جدا فيه حياتنا تسبب خلل في جهاز المنع كل شيء يا دكتور من الأشياء اللي هي المادة الحفظة أي شيء يحتوي على المادة حفظة مضر جدا جدا بجهاز المنع وممكن يعمل خلل في بعض الأجساء كل أكلاتنا يعني فيها دلوقتي مادة حفظة كل ده مضر جدا كل ده مضر وبيتوقف على حالة الجسم تحملها يعني من الأسئلة اللي يعني تقدر تقول بتضيقني جدا جدا سؤال واحد مثلا يجي يقول لي أنا عندك شونة أقول له السنة يقول لي طيب فيه فلان من الناس أدخن مني ما عندهش ليه لا إله إلا الله كل واحد بحسب أنت عندك ولد وأنا عنده ولد واحد مريض واحد سلين هنقول ده خمس سنين وده خمس سنين ده مريض ليه وده مش مريض ليه يعني الأمور دي لها عوامل متعددة تتوقف على الشخص فعامة مرض الروماتويد هو خلل في جهاز المناعة حاجات كتير جدا بتسبب الخلل ده يعني مثلا عندنا السكر الأبيض ده من الحاجات اللي بتسبب خلل في جهاز المناعة عندنا الأكل الطعام بعض العادات الغذائية الخطأ يعني فيه أطفال ما يحللوش الأكل إلا يأكل المحروق من الطعام يعني يسيب الحل كله وييجي للقاع كده ويأكل المحروق ده من الحاجات اللي ممكن تسبب خلل في جهاز المناعة الفواكه الغير ناضية ممكن تسبب خلل في جهاز المناعة بسرعة عامة كسر التناول نوع واحد من الطعام قد يسبب خلل في جهاز المنع يعني أمور كثيرة جدا جدا دكتور يعني لو كلمنا ناس ونصحناهم بتغيير أسلوب حياتهم وأنهم يتبعوا العداد الغذائية السليمة ووجهناهم إلى تناول الفواكه والخضروات ويعني الوجبات التي تتسب أنها طبيعية بقدر الإمكان وبعيدة عن ماضي الحافظة بنلاقي رد الحقيقة يجب أن نتوقف عنده قليلا يعني طبعا ما الناس كلها بتأكل كده وبعدين هو فيه إيه سليم عشان ناكله يعني الخضروات كلها يا إما فيها هرمون يا إما فيها مبيدات أي أو الفاكهة وما فيش حاجة مضمون مصدرها لا هو طبعا إحنا بنقول قدر المستطع جميل قدر المستطع يعني إحنا بنسبلنا لا أحد قدامك برضو بياكل الحاجات دي زي الناس كلنا ولكن يعني أنا من ناس ربنا يعلم أنا مبارح تأخرت شوية في وجبة الغداء فأرسلت ممرضة تجيب لي حوالي بسكوت يعني وبعض الأشياء ومجرد مكلتها جالي تقنيب نفسي أدى إلى صداعه تعرف لي كمية المادة الحافظة اللي موجودة في هذه المأكلات وتخيل بقى ابن ودنك بيقولها ليه المهار جميل فالواحد قدر المستطع يقلل من الحاجات دي يخليه في الحاجات الطبيعية يعني عندنا مثلا وجبات كثيرة يعني مش هنقف على الوجبات وإحنا بنتكلم على الروماتويد على سبيل المثال وحذك يعني ذكرت الأعراض لهذا المرض وقلنا بعض المسببات يعني لو حبينا نقول إزاي يتم العلاج عن طريق يعني أسلوب الحياة أو الطب التكاملي أو أن احنا نتابع غذاء أسلوب غذاء سليم والله يا دكتور يعني الغذاء السليم أنا دايما في حالات الروماتويد دايما بنصح بالابتعاد قدر المستطاع عن البروتين ليه بقى يا دكتور؟ لأن جهاز المناعة أصلا جهاز المناعة المشكل المشكل الأساسي لولبروتين ما يكون عندي خلل في جهاز المناعة خلل عالي زي مشكلة الروماتويد المفترض أننا أقل القدر المستطاع من البروتين عندي البروتينات ضرة جدا جدا بجهاز المناعة أو بتخلي أو بتسبب حالة من الهجوم الزائد زي البروتين الأحمر كل اللحوم الحمراء البروتين الحيواني دايما أقول للمرضى الروماتويد ابتعد عن اللحوم الحمراء قدر المستطاع وكل ما احمرت أكتر كل ما كانت أخطر يعني الكبد والكلاوي أخطر اللحوم الحمراء خطر ما لأكل إيه؟ كل ياسيد الدجاج أبيض هيقول لي طيب فيه هون منزمة موجودة فيه أقول له خود البلدي جميل كل مشكلة ولا حل خود الدجاج البلدي هاللحوم الجمل أقل ضررا من اللحوم؟ هي أقل ضررا ولكن إحنا بنتكلم على طبيعة زيادة نسبة البروتين ذات نفسها اللي موجودة بتبقى أكثر فيه اللحوم الحمراء ولذلك الأسماك أفضل ولكن الأسماك ذات اللحم الأبيض أفضل من الأسماك ذات اللحم الأحمر جميل؟ فإحنا بسرعة عامة أدى اللحوم أدى من باب اللحوم طيب من الفواكه نبتعد قادرا مستطاعا كل الفواكه الملحة نركز أكثر في الفواكه المعظماء الكلام ده أكثر أنا أعجب في المقاطعة يعني للصغار والكبار ولا يعني ده عموما إحنا بنتكلم دلوقتي وبنلاقي بعض الأطباء بينصحوا الأمهات بين الأطفال في سن يعني مبكر يأكلوا الكبدة والأوانس والحاتل لا ما هنا أنا أخ بخصص كلام دلوقتي في الحديث عن الروماتويد أو تغذية مرضى الروماتويد لكن لو هتكلم عن تغذية عن أستاذنك ناخد اتصال من سعيد ونرجع تاني نستكمل حوارنا عن الروماتويد أهلا وسهلا سعيد تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا طب لو سمحت نعلي صوتنا شبت عنده 21 سنة أيها تفضل ممكن يا سعيد نسمع بس من التليفون عشان صوت التلفزيون عامل صوت دايما دايما عايز ينام كتير دايما عايز ينام كتير شاب عنده 21 سنة بيميل للنوم بصفة مستمرة آه بصفة مستمرة وعضلات جسمه بتوجعه عضلات جسمه دايما بتوجعه بشتك منه طيب هل تم كشف طبي يا فندم ولا لا نعم هل تم كشف طبي حضرتك لا حضرتك أنا ما كشفتش عليه هو تخين شوي أيها تمام تمام عنده زيادة في الوزن يعني تمام حاضر وبعدين حضرتك اليمن دول يا دكتور حصل عنده إلتهاد في الزند في العصوصة يعني تمام حاضر في الزند بتاع ظهره آخر حاضر حاضر شكرا أستاذ سعيد تابع معنا مع الدكتور أمجد هزاع طبعا مبدئيا أول شيء يعمله الطفل ده أو ده شاب 21 سنة يعني الشاب ده يبدأ أول شيء بالعرض الطبي نازم يروح لدكتور باطمة متخصص وفي الغالب هيبقى عنده نقص في فيتامين دال فيتامين بيتولد الطفل ده أو الشاب ده محتاج مجموعة من فيتامينز في نفس الوقت اتنشط جسمه في نفس الوقت هنعمل سي بي سي ونشوف يمكن عنده أنيميا هي المسببال سي بي سي تحليل دم آه سورة دم كاملة ناخدها معاه للطبيب البطمة ويبدأ يشوف يقراله نتائج الفحوصات ويشوف المشكلة بالتأكيد هذا الشاب عنده أنيميا عنده نقص فيتامينز زي ما قلت لحضرتك دي أو بيتولف أو فيتامين سي الحاجات دي كلها لو خادها إن شاء الله مع مجهود رياضي مع تغذية صحية سليمة إن شاء الله الدنيا تبقى الميل للنوم لو علاقة بهذه آه طبعا يا دكتور الأيميا الأيميا تخلينها يمطلون مهار وعبطان ودايخ وبينهج وماليوش مجهود جميل آه تمام طيب نرجح تاني للروماتويد وكنا بنقول يعني بعض المكملات الغذائية اللي ينصح بيها الأطباء وحضرتك بتقول إن لها أسهار جانبية على يعني بتتسبب في وجود أو ظهور الروماتويد آه الكثير طبعا أنا عاوز أوصل لأن مرضى الروماتويد مرضى الروماتويد آه إن تغزه تغزية سليمة تغزية سليمة المشكلة إن شاء الله هتنتهي تماما وعندي علاج يعني إلى حد ما أنا بوصي بيه كل مرض الروماتويد العلاج بيسم النحل علاج ساحر في هذه المشكلة علاج ساحر في هذه المشكلة يعني من إسمه كده الكثير اللي ما يعرفش علاج سم النحل كده يعني دماغه تروح لأشياء بعيدة يعني إيه سم النحل وكيف يستخلص وهل هو العسل الطبيعي ولا حاجة شبيهة سؤال جميل وهل هو مخلق جميل طبعا سم النحل في بداية الدواء ده طبيعي 100% سواء كان أستاذناك بثور قبل لما ناخد الإجابة مدخلة من سابرين أستاذة سابرين أستاذة سابرين تفضلي عليكم السلام ورحمة الله معاك دكتور أمجد تفضلي لو سمحتمك أكلم الدكتور معلش دكتور بعد إذنك أنا معايا ابني عنده سبع سنين ليه أكتر من سنتين بينزف على طول من مناخيره وإحنا شكلنا في الأمر أن احنا توترنا أول كل ما بينزف كشفناه لألف أزم الدكتور الألف أزم كل مرة يقول يعني ضعف في الشعارات الدموية وعادوا يجينا إعلان فالموضوع الكرار كذا مرة فقال عمله سي بي سي عملنا له صرحة الدم في مشكلة في صورة نفسها اللي هم مجلوبين يبقى نازل ويقول لعمليه كل شهر عيده تاني وشهر يبقى كويس وشهر يبقى تاني تفضلنا به دكتور أمراض دم حضرتك سماني يبقى مشكلتك أنت دلوقتي أنت عايزة تقول لي يا أستاذ صابرين أن مشكلتك السي بي سي أن الهموجلوبين بينزلوا ولا لأ ولا عايزة تشتكيني من المشكلة النزيف حضرتك مرة بيبقى كويس شهر يبقى كويس شهر ينزل يبقى كويس بيبقى كويس من إيه من النزيف الأنف ولا من الهموجلوبين لا الهموجلوبين الهموجلوبين يبقى شهر كويس وشهر ينزل حلو جميل تمام بعد كده فيه دكتور أمراض دم حضرتك يعني يجيه عندنا هنا في الغردقة في القوافل اللي بتيجي الدكتور قال هو منع عنده ضعيفة ويداله على أعشاب كده متكونة من حبة البركة وعشب تاني كده معاه اسمه أمو لان طيب حاضر حاضر يا سيدة صابرين أجاوبك التفصيل في أي سئلة تانية سيدة صابرين أخذتوا ثلاث شهور متواصلين في غلالتها رسول الحمد لله وما نزفش بس أول ما بعد ما بطلتوا في شهر كده أو عملت تحليل سورة الدم يعني كويسة كل ما بقمش على الإيمولان في الدنيا جاءت بقى كويسة حضرتك أحيانا يقوم من النوم حالين دلوقت ينزف لوحده ويكونش بيجري أو في شمس على السرير يقلقاب ينزف يقوم بالليل مع السابق يقول لي مهما الحقيق هتتابع معنا أستاذ صابرين ودكتور أمجد هيجاوبك إن شاء الله شكرا لاتصالك شوف يا أستاذ صابرين أول حاجة بالنسبة ليه مشكلة الأنيميا اللي تسببت بسبب كسرة النزف ده مهم جدا جدا يعني إيه أنيميا نقص في الهيموجلوبين يا دكتور عمان هو إيه الهيموجلوبين الهيموجلوبين يتكون من هين اللي هو ملح الحديد جميل ويجلوبين اللي هو بروتين فأنا محتاج اللي اتنين أخذ حديد وبروتين فأنا بوصيك يا أستاذ صابرين مشروب تعمليه لابنك المشروب اللي هقول حضرتك ده إن شاء الله يشربه صباحا ومساءا وبإذن الله رب العالمين هتلاقي الدنيا باقي التمام التمام على مستوى الهيموجلوبين هتعوضي تعوض كبير جدا إيه المشروب ده كل يوم كل يوم ناخد ملعقة حلبة حصة ملعقة حلبة حصة ونبدأ نضحها طبعا هتوضع على إيه على تلت بلاحات عجوة زائد عشر حبات زبيب زائد ربع كوب لبن وتكملي بقى بالماء الساخن المشروب ده لو خدناه صباحا ومساءا صباحا ومساءا يحتوي على الهيم والجلوبين يبقى أنا كده عليكت الأنميا بالتغذية بصورة مباشرة يبقى أنا وفرت الهيم وبدون أثار جانبين أو بدون أية أثار جانبين لو خدنا المشروب ده صباحا ومساءا وهتمنا بقى طبعا بالتغذية بيض بلدي نص تسوية الناس يا دكتور عماد يعني بيحرقوا البيض البيض ده الصفار ده المفترض يا حضرات المفترض إن أنا يعني إن طلت إن عرفت أقول خدوا الصفار سايل هقول خدوه شفت لدرجة ايه أنا عايزك تاخد صفار صح تعمل ايه أنا عايزه يبقى نص تسوية طب والناس اللي بتحب البيض قملت دايما نقول البيض مش مشكلة عندي البيض مش مشكلة لأ وعايزك تطهي البيض يستيوه بالكامل فأنا لو هحط البيضة خلاص هحط البيضة البيضة استوى جميل الصفار ما قلبهوش هدهنه على البيض واتطلح حاجة كده عاملة زي البلاستيك أنا مطلوب إن الصفار ده سبيه هو ينضج بالحرارة الداخلية بدون ما تدهين الصفار في البيض اطلاق كل اللي على حضراتك لو كان البيض بالطرقة دي بالطرقة دي كل يوم صباحا مثلا اثنين او ثلاثة بيضة بلدي لولد زي ده خلاص الدنيا تتحل بسرعة جدا الخضروات يا دكتور عماد الخضروات مهمة جدا لازم تحافظ عليها في كل وجبة الخضروات يعني امان الخضروات امان الخضروات امان امان في مصر بالذات جميل الخضروات بمختلف الوانها بمختلف الوانها وانواحها احنا كل الموضوع يا حضرات بنقول اغسل الخضروات اغسل الخضروات تتغسل مية بمعلقتين خل واخسر الخضروات جميل اما الخضروات امان المشروبات المهمة جدا من اسوأ المشروبات في مشكلة الانيميا ومن اسوأ المشروبات في مصر على الاطلاق الشاي الاسود الشاي الاسود يا دكتور عماد حمضيته من سبعة لعشر حمضيته من أربعة لخمس سوريا من أربعة لخمس ليه ما نشربش شاي أخدر مهم جدا إن احنا وقت ما نشرب الشاي الأخدر إن احنا دايما الناس اللي بيسمعني شاي أخدر ده بيقرف من الشاي الأخدر يقول لي لا ده سيء جدا أقول له لأنك بتاخده بمرارة عالية لازم إنك في البداية تخسله عشان تقلل الصبغيات وتقلل الأتربة وتقلل هذه المرار وبعد كده ابدأ اعمل الشاي الأخدر بطرقة كوشة ده جميل جدا أما الشاي الأسود ده شاي اتعرض إلى عمليات اختزالك عمليات أكسادة وعمليات تخمر وحمضيته عالية جدا لا يناسب مريض الأنيمي لا يناسب مريض الكلة لا يناسب مريض القلب لا يناسب مريض السوق والله لا يناسب أي حد ما يناسبش أي حد خاطر حتى يعني أنت متخيل شوف نفسك وانت تعبان بأي مشكلة مرضية تقدر تشرب شاي سود؟ هتقول لي آه أنا عندي بردة أقول لك آه لما تخط على اللمون مشروب تاني أخر لا يعرف الشيء العاد معاي دكتور؟ احنا كده مادام صبرين يعني الدكتور أمجد جاوب لحضرك يعني اتباع بعض العادات الغذائية الطبيعية السليمة إن شاء الله تقوي جهاز المناعة من خلال يعني رفع نسبة الهيموجلوبين بالضبط ذه أهم شيء وانراعي نقطة أيضا فيتامين سي لازم يشرب لمون مرتين أو تلت مرات يومين إذا دكتور أمجد ناخد اتصال من المصفاء؟ ألو في اتصال معاي ألو أيوة تفضلي المصفاء أم حسام أم حسام أم حسام مع حضركك أهلا وسهلا بيك معايك دكتور أمجد حاولي بس تتكلمي من التلفون وط التلفزيون معاي أيوة دكتور اتفضل الملكلة بس طب حاضر ألف سلام عليك ألف سلام عليك طيب تابع معانا يا محسام؟ بالنسبة للمرض أو مشكلة الرماطويد دايما ننصح الناس كلها دايما ننصح الناس كلها الكلام ده يا دكتور أنا يعني أنا على الوسط التجريدي اشتغلت بيه ألف مليون مرض علاج الرماطويد يا حضرات هو العلاج بسم النحن ده أفضل شيء كثير جدا جدا من الأبحاث والمراجع المية مثلا أقرأ على حضرتك يا دكتور جيني كيبا سوي از انفولفد انزا انهيبيشن اف انفلاماتري تارجت جين اكسبريشن اند نيوكلر فاكتور كابابي اكتيفيشن باي ميلتين ده موجود في الجورنال اوف انفلاميشن ده الكلام الحاج بتقول ده بغاية الأهمية لأنه بيضي مصداقية وبيزيل الخلط ما بين الاجتهادات اللي البعض ممكن يطرحها وما بين دي بحوث علمية أكدت لا يا دكتور بحوث أكيد درسينا محكمة يعني ده موضوع منتهي ده موضوع منتهي وبعدين احنا هنا حتى في مصر اشتغلنا فيه فيه فترة فترة في الأمصال مصر اللقاح اشتغل فيه فترة من الفترات للرماطويد نحن لسه بنتكلم على سم النحل ولكن هنستكمل برضو الحديث عن سم النحل بعد مدحة من أحمد اه ده احنا كده هنخلص الموضوع بتاع حلقاتنا السنة الجاية هناخد أحمد معنا السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل لو سمحت حضرتك عزيزة للدكتور بنسبة الغضروف علام الغضروف فيه ليه علاج بالنسبة يعني حاضر طيب قول لي حضرتك الغضروف اللي عندك سواء كان اللي هو عملت إيه المأر ولا لأ عملت رانين ولا لأ نعم عمل رانين أو عمل أي شيء أيها فيه الفقنات الفقرات лي هي عملك الفحصات الفحص اللي انت حضرتك عملته اسمه ايه عملت فيه الفقرات اللي هي لما تحتفين الكاتنية دكتور فيه مشاكل طيب الكاتنية إيه اللي اربعة وخمسة أو إيه اللي خمسة伊س واحد اللي sex اللي أربعة وخمسة اللي أمن得 طب حاضر أنا أجاوبك حاضر شكرا على اتصالك أستاذ أحمد تابع معنا من خلال شاشة التلفزيون نرجع تاني لحضرتك نجاوب على أستاذ أحمد وبعد كده نجاوب الروماتويد ولا نجاوب له أستاذ أحمد نجاوب له أستاذ أحمد وبعد كده نستكمل الروماتويد طيب حاضر نجاوب له أستاذ أحمد الأول بنقول له أولا ألف سلامة على حضرتك أنا هدي لك تركيبة جميلة جدا تساعد بها نفسك التركيبة دي يا أستاذ أحمد مش نهائية المشكلة الديسك دي او مشكلة الغدروف بعض الناس لما يلاقوني اقول لهم تركيبة يعتبرون ان هي دي الخلاصة بتاع الموضوع لا مش الخلاصة بتاع الموضوع ولكن شيء هيساعدك الى حد كبير وطبعا خلاصة الموضوع لازم تذهب الى الطبيب المختص ويبدأ يشوف درجة الغدروف بتاعتك جريد واحد ولا اثنين ولا تلاتة ولا اربعة فيه جريد اربعة خلاص انا ما عنديش اي وسائل طبعية لازم المريض ده لازم يدخل جراحة بيبقى الحالة صعبة جدا اما جريد واحد واثنين وتلاتة لا نقدر ان احنا نتعالج بصورة طبيعية نعمل جلسات علاج طبيعي نقدر نعمل تركيبة بسيطة في البيت نعملها مع بعض مكونة من زيت الزيتون 30 جرام او 30 ملي زائد زيت كفور 30 ملي زائد زيت نعناع 30 ملي زائد زيت خردل 10 ملي ممتازة جدا جدا التركيبة دي نعمل كمادات مية دافية موضعيا وما حدش يقول لي انا هدخل الشطة في كله هقول له دي كده انت وزعت الحرارة على جسمك وبالتالي وزعت الدورة الدموية على جسمك كله لأ انا محتاج انك تخصص الجزء ده فتجيب فوطة تضحف الماء الساخن مرة واثنين وثلاثة وعشرة على المنطقة المصابة او اماكن التكلصات العضلية لو كانت مسماعة في رجلك وبعد كده تبدأ تجيب نقاط من التركيبة وتدلك المنطقة وتدلك العضل عشان تقلل التكلصات العضلية وتبدأ تعمل جلسات علاق طبيعي كده انت عندك علاق تكاملي للحالة علاق تكاملي اما هتبدأ وبالتالي ايضا مهم جدا انك تاخد مجموعة الفيتامينات المهمة جدا لراحة العضلات وراحة العصاب واهمها بيه 3 وبيه 6 وبيه 12 انما الناس اللي هي عايشة على المسكنات للنهار فطبيعا دول مش هيصلوا الى اي شيء نتمنى لك الشفاء يا سيد احمد وحاول تتابع هذه الرشيدة طبيعية دي رجع تاني لدكتور أمجد ونتكلم عن سم النحن ايوة يا معالد دكتور طيب عندنا كمان يا دكتور عماد ابحاث متعددة يعني عند حضرتك ادى في جريدة مهمة جدا هذا بحث علم راسين محكم على عينة راندميز نتائج ممتازة جدا جدا مع البي فينام سرب البي فينام سرب او العلاج بيسم النحن انت نيوكلر فاكتور كابا بيه البي فينام انت تي ان اف الفا البي فينام بيقلل اصلا الجين اكسبريشن بتاع الرماطويد بيقلل انترلوكينز يعني علاج نهائي ومختص في حالات الرماطويد وانا بقول الكلام ده مش من دماغي يا حضرات لا ادخلوا على المواقع العلمية واكتبوا بي فينام اسم علمي لسم النحل او لاتغ النحل بحث مجلات معطرف بيها فاندمي اللي منشور فيها طبعا معالى الدكتور الكلام ده منشور يا حضرات في البي امي سي في ارتكل منشور في الباب ميد منشور في الكروس ريف منشور في الجوجل سكولر موجود على في كل حاجة على مستوى العالم يعني ده مش مش اختراع مصري فقط يعني او اختراع مصري لا ده ده اختراع رباني حاجة على مستوى العالم ديني بقى فكرة ايه هو سم النحل سم النحل معالى الدكتور عبارة عن مستحضر بيوجي يخرج من بطون النحل يخرج من بطون النحل ربك سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس هل قالها على مين قالها على سم النحل قالها على العسل قالها على غزاء الملكات قالها على البربلس كل هذه المنتجات تخرج من النحل في البداية في صورة اشربة ولذلك اطلق الكلمة مطلقة يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه الشراب ده الشراب ده كلمة مطلقة تفيد العموم والشموم عموم وشموم لكل ما يخرج من بطون النحل من منتجات واكثر ما يخرج واهم ما يخرج هو سم النحل سم النحل لا يتأثر حتى بالتغذية النحل ما يتأثرش النحلة دي كلت ايه لانه بورتين كده كده هو هيخرج بطبيعته كلت كلت حبوب لقاح طبعا لما تاكل مواد بورتينية زي حبوب لقاح الانتاج يكتر انما بسرعة عامة لن يكون هنالك سم نحل الا بطبيعته الربانية ده طبعا يختلف عن العسل وانا ايضا العسل كثير من وانا في من مكان ده بعترض على كلام الدكتور نازيه ان كنت تأيدته في نقطة فانا بعترض عليه في نقطة العسل انه هو تكلم عن العسل كلام قاسي جدا 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 قال العسل اللي موجود كسير من الناس بيغزيه بيغزيه لا يا معالي الدكتور حتى وان تمت تغزيته في حوالي 70% سكريات وعندنا 70% سكريات وعندنا 30% من المواد الجميلة جدا المواد المتعددة المواد العديدة جدا اللي موجودة هورمونز موجود موجود راديوم في العسل 30% دول حضرتك وفرتون في السكر اللي هو سكر السكرز لا طبعا لا يستويان أبدا استحالت تقارن حتى لو هدخلها ماء بسكر طبعا هو ما بتمشي الكلام ده لكن عندنا فيه مواسم جفاف بيحتاج تسند النحل شوية إما مش هتلاقي نحلها في مصر جميل احنا بنقول إن الموضوع كله إن مجرد إن النحل يدخل التغذية ياخد تغذيته ويطلعه بيطلعه بعسل العسل ده فايدته لوحد حتى وإن قلت كميته شيئا ما عن النباتات المزهرة أو ياخد الرحيق المزهر ولكن لا يصل الأمر إنك توصفولي بإن العسل يسوي السكر لا 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 والله لا علاقة أبدا لا علاقة بالعسل لا أكل بقى حضرتك سكر وسكر براختك ويسيب لنا ويسيب للناس العسل عشان الناس تبقى صحتها حلوة وأنا بوصل جميع بالعسل العسل كان مصدر تحلية وهو مصدر التحلية الرئيسي ومصر لازم نحافظ فيها على هذه الصورة العظيمة صورة الثروة اللي موجودة في النحل صروة عظيمة جدا جدا يعني بغي الحفاظ عليها وما نقللش من أهم إذن سم النحل هو أحد مشتقات عسل النحل بالزبط إزاي بيتم استخدامه طبيعي جدا عندنا طريقتين سواء طريقة اللدغ أو طريقة الحكم وأنا طبعا النقطة دي نقطة متساوية يعني الاختلاف بينهم بسيط ولكن أمراض المناعة الزاتية اللي ذكرناها مثل الروماتويد أو السيستيميك لوبس زيب الحمراء أو الصدفية أو الأمراض اللي هي مرتبطة بمناعة الزاتية بيحدث لهم نوع من التوليرانس مع الاستخدام يحدث تكيف مع المادة جميل إما بيحدث تكيف مع اللدغ بالنحل طبيعي جدا نازم نرفع أنا عندي المواد الفعالة اللي موجودة في النحل الطبيعي من 3% على حسب النحلة وعلى حسب أماكن تواجد فطبيعي جدا أننا لازم نستخلص المادة دي ونبدأ نرفحها بتركيز أعلى وتركيز أعلى وتركيز أعلى عشان لما يحدث لمريض طوليرانس وألاقي اللوكال إفكت سبت لازم أرفع له عشان أبدأ أننا أجيب اللوكال إفكت أعلى يديني سيستيميك إفكت ألاقي على مستوى جهاز المنع فطبيعي جدا أننا عندنا طرقتين طريقة اللدغ المباشر أو طريقة الحق بعض المرضى بنقول لهم أيوة طرقة اللدغ المباشر تجوز لكم ممتازة جدا المرضى مين بقى المرضى بسرعة عامة اللي هم ما بحتاج أننا نشط فيهم المناعة المرضى اللي ما بحتاجش أننا أعمل إميونو سابريشن بالرفع جميل دايما نقول أن لدغ النحل بكميات قليلة يعمل استيميوليشن أو اكتيفيشن للإميونيتي جهاز المناعة بكميات كبيرة بيبدأ يعمل انهيبيشن للإميونيتي يبقى أنا عندي عندي إميونو سابريسف إلى موديوليشن عشان الناس تبقى فاهمة هو موديولاتوري إفكت يعني تأثير ضابط لجهاز المناعة موجود كل ما برفع التركيز بقدر أن أنا أتحكم بصورة أكبر في العلاج عايزين نعرف أثار العلاج بصم النحل على مرضى السكر ولكن بعد هذا الاتصال مع الأستاذ سعاد أستاذ سعاد معي قطع الاتصال طيب نرجح تاني لدكتور أمجد هزاع ونقول مرضى السكر مرضى السكر مرضى السكر مهم جدا الطب التكميلي أنا حضراتك سألتني عن تأثير سم النحل في مرضى السكر ولكن أنا هتكلم عن الطب التكميلي في مرضى السكر جميل يا معلوم الدكتور سم النحل أحد الأشياء ولكن قبل ما استخدم سم النحل لازم يا حضرات يعني المصيبة السوداء اللي موجودة إن الناس مريض السكر بالوا إن المرض ده يسببه كسرة أكل السكر أو شرب السكر يا حضرات خلي السكر ده السكريات متعددة يعني إيه سكريات سكريات يعني نشويات سكريات يعني كربوهيدرات إيه الكربوهيدرات يعني أكلك للبطاطس ده سكر أكلك للخبز نفسه سكر الخبز نفسه كله سكر جميل هذه الأشياء يعني العجيب إن أنا كنت جالس في يوم الأيام مع أحد الناس مرض سكر كلي تلت ترغيفة تلت ترغيفة وبعد ما خلص الخبز تلت ترغيفة والله العظيم شريك بيبس ضايت 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 يا ظالم يعني أنت معتبر يعني التلت ترغيفة دول ما عملش حاجة والبيبس ده هو اللي هيسببها خدت بال حضرتك أنا عايز أقول إن أول حاجة التغذية العلاجية مهم جدا نحن نتعد عن الفواكه اللي هي اللي بترفع سكر الدم عندنا فواكه جميلة جدا بتقلل السكر تقلل السكر يا دكتور عماد أهم حاجة الجوافة الجوافة والله العظيم بتقلل السكر يعني الجوافة تنازل السكر الكومترة تنازل السكر الأكلة جميلة جدا 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 يا دكتور عماد موجودة في مصر فكرني بيها اللي بتتباع الحرانكش حرانكش أه حرانكش ده بينزل السكر كوباية حرانكش كل يوم ممكن تنازل السكر بدرجة عالية جدا تصل إلى 30% عصيري ما يفقدش ما يفقدش الكيمة الغذائية بتاع يعني إحنا أول حاجة معالي الدكتور محتاجين نظبط نقطة النظام الغذائي نيجي بقى من الأعشاب الحاجات المؤثرة في السكر من الأعشاب كل الناس عرفت حب الرشاد حب الرشاد مؤثر جدا جدا ممكن ناخد ملعقة لازم الناس حضرات لازم تعرفوا إن الشاي العادي بيرفع السكر ليه بيرفع السكر الشاي الأحمر أو الأسوأ ليه يرفع السكر لأن الشاي ده حمضيته زي ما قلت في بداية الحلقة من 4 إلى 5 على اختلاف الشاي الأخضر اللي هو من 7 إلى 10 الشاي الأسود ده الحمضية ده هتعمل ايه هتعمل وطرتين شنعالي جدا جدا جميل اللي اختزان المائي ده هيرفع أو هيزود السكر نبتعد عن الشاي ده إما نشرب ايه نشرب المشروبات الجميلة اللي هتساعدك على ضبط الهرمونات روزماري مرمرية بردقوش الحاجات الجميلة دي مع الشاي الأخضر ده حاجات هتنزل السكر جميل بعد كده أجي أتكلم بقى في سم النحلة يا دكتور أتكلم في سم النحلة وأقول ايه هقول إن سم النحلة فيه النوع عندنا لازم نفهم إننا عند مرض سكر نمرض سكر فيه نوعين من السكر واحد إنسلين دي منددد والثاني يعني واحد يعتمد على الإنسلين والتاني لا يعتمد على الإنسلين الذي لا يعتمد على الإنسلين الذي يعتمد على الإنسلين اللي هو بياخد إنسلين أنا مش بتكلم على الناس اللي هم تدريجيا وصلوا للإنسلين يعني بدأوا بأنهم أقراس ينزل السكر وبعد كده أخذ إنسلين مع سوء التغذية إنما أنا أتكلم دلوقتي على الناس اللي هم الناس اللي هم عندهم مشاكل في البنكرياس من صغره من صغره وهو يتناول إنسولين الناس دي لا دي زي بالضبط ناقص عضوه في جسم الإنسان لازم أديله تعويض لازم أديله الإنسولين إما أنا هتكلم عن العلاج مين هتكلم عن الطيب 2 اللي هو يمثل 90% من المجتمع المصري بل والمجتمعات العربية كمان 90% من مرضى السكر مش معتمدين على الإنسولين إما لإيه مشكلتهم مشكلتهم إنسولين ريزيستنس مقاومة الإنسولين إيه اللي عملها معالد الدكتور تخيل إيه اللي عملها اللي عملها السمنة الزايدة السمنة الزايدة أكتر أسبابها التغذية السيئة بيأكل بصورة سيئة تعرف يا معالد الدكتور قطعة خبز نص إيدك كده نص إيدك إحنا عادين فين دلوقتي في مدينة الإنتاج الإعلامي نصر غيف أكسم بالله العلي العظيم توصلك بانها طاقة شفت لدرجة إيه؟ لا هو قاعد يأكل ثلاثة رغيفة أو رغفين أو رغيف ويقول ما كالتش النهاردة تا معايا يأكل ميت جرام من القمح ويقول ما كالتش النهاردة جميل؟ طبعاً دا إحنا بنقول ياريتهم كده فالناس دي يا حضرات بنقول من العلاجات الجميلة سم النحل زي ما حضراتك سألتني جميل جداً في الحالة دي ليه بقى؟ بيقلل الإنسونزيست إزاي؟ حضراتك بمجرد حقن الأماكن زي البط أو لدغ سم النحل دي يكفي فيها لدغ مش لازم الحق ليه؟ مش لازم إن أنا أعمل إنجيكشن أو أرفع التركيز يكفي تركيز عادي لدغ من النحل بس هعمل مجموعة من النحلات حوالين السرة حوالين السرة دا الميدور ومنطقة البنكرياس أو المنطقة دي بسرعة عامة اللي هي منطقة المعدة هتجيب نتيجة كبيرة جداً بدون استخدام بنك مع التخزية العلاجية بدون استخدام بنك حبيت إن أنا أستخدم بنك ممكن أخضر الجلدي شيئاً ما موضعي جميل دا الواحده مع التخزية العلاجية مع الفواكه العلاجية مع المشروبات الصحية كده يبقى وصلنا لعلاج تكاملي وإحنا في برنامج عيادة الصحة بنضم صوتنا لصوت الدكتور أمجد هزاع ونرفع شعار الوقاية خير من العلاج بالتباع النظام الغذائي السليم والصحي من خلال الطب التكاملي وسعدنا على مدار ما يقرب من الساعة بالحديث مع الدكتور أمجد هزاع عن طب التكاملي في علاج اضطرابات المناعة وكلمنا عن الروماتويد والطب التكاملي في علاج مرضى قبل ما نختم يا دكتور قبل ما نختم لو فيه ائة واحدة فس الوقاية من كورونا يعني أنا وعدتي طيب ناخد يعني كابسولة كده كابسولة سريع العالمية بالإضافة لي يا حضرات أنا بقول للناس كلها الماء البارد طول ما أنت بتغسل وشك بالماء البارد حتى لو استخدمت الماء الساخن في الغسل برد وشك تماما التبريد ده يا حضرات هيعمل إيه إما تطلع بره لو أنت لو أنت غسلت بالماء الساخن وجهك وطلعت بره في الهواء هيحدث الماء الساخن بيعمل فاز ديلاتيش نشط الدورة دموي منع تبقى كويس تطلع بره تخض المناعة بيبدأ يحدث فيبدأ هنا تكل المناعة لأقل درجاتها وفي الحالة دي الفيروس يعدي منك بالسهول افتكر نفسك زمان لما كنت تدخل تغسل بالماء الساخن تطلع تاخد انفلونزا في دقيقة انفلونزا زي وزي كورونا وإن كان كورونا أصعب ولكن كلهم على واحد فأنا بقول للناس يا حضرات والله العظيم الماء البارد أجبر تركها وقايا تضاف إلى النصائح الأخرى باستخدام الماء البارد شكرا الله يحفظك أمجد عزي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا نشكركم ونرتقي بكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر